عقلانية المشروع الفرنسي في مجلس الامن بشأن تنسيق الجهود الدولية لمواجهة داعش ربما تراها موسكو خطوة خجولة فات اوانها تحالف واشنطن يبدأ تغيير مصاره في اتجاه اولوية مواجهة داعش كما اشار الرئيس الامريكي تحت تأثير الهلع في اوروبا وامريكا في هذا السياق تتحرك واشنطن في خليج العقبة وقاعدة انجرليك ااملة الاعتماد على جماعات المصرة واحرار الشام وجيش الفتح وغيرهم لاحتلال شريط داعش بين اعزاز وجرابلوس انقرة تتدخل بطائراتها لمساندة الجبهة الشامية والسعودية تسعى الى تجميع كل اطياف المعارضة في الرياض بحسب الخارجية لكن موسكو تذهب ابعد من داعش في مواجهة الجماعات الارهابية المتاخية مع داعش وحلفاء واشنطن الاقليميين وفق ما حدده ستيفان ديمستورا بالقول الارهاب هو داعش والنصرة والجماعات المرتبطة بالقاعدة الرئيس الروسي يأخذ المراهنة الامريكية على جماعات حلفائها بمثابة تهديد للامن القوم الروسي كما اوضح في لقاء القيادات العسكرية في سبيل مواجهة التهديد تنتقل موسكو الى عتبة العملية البرية في زيادة قوات النخبة والعتاد الحربي لكنها تتجه الى دفعة جديدة في تطوير التعاون مع ايران على ما اوضح مستشار بوتين يوري اوشاكوف ربما لا تقتصر العتبة الجديدة بين موسكو وايران على توحيد الجهود الاقليمية والميدانية في سوريا المناورات العسكرية الروسية في المتوسط اشارة ذات مغزى للدلالة على ان المتوسط بات بحيرة روسية وفي هذا المنح تطلب موسكو من باريس ولندن تقديم طلب العبور والتنصيق الفراغ على ما يقول المؤرخون يملأه اسياد العقلانية الراجحة